شدد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر على أن المنطقة تعيش تحديا كبيرا في استدامة التنمية وسط أجواء اقتصادية وأمنية مضطربة وأكد سموه أن مملكة البحرين لتجاوز هذه التحديات تمد يدها بالتعاون مع الجميع ومنها دول جنوب شرق آسيا التي تتشابه معها في الإمكانيات الاقتصادية والطموح نحو التنمية والازدهار مرحبا سموه في هذا الصدد بأي تعاون بحريني سنغافوري يوثق العلاقات الثنائية ويسهم بأن يستفيد البلدان من ما لديها من إمكانيات من شأنها توطيد عرى التعاون والارتقاء بها إلى مستويات أعلى جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر سموه بالرفاع صباح اليوم لمعالي الدكتور مالك عثمان وزير الدولة لشؤون الخارجية وشؤون الدفاع في جمهورية سنغافور الصديقة الذي يزور مملكة البحرين حاليا للمشاركة في أعمال القمة الأمنية الحالية عشر حوار المنامة المنعقد حاليا في البحرين وأشد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال اللقاء بما وصلت إليها العلاقات البحرينية السنغافورية من تطور وازدهار لسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في ظل ما يجمع بين البلدين من اهتمام متبادل بتعزيز مجالات التعاون وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وأكد سموه حرص مملكة البحرين على توطيد أطر التعاون مع جمهورية سنغافور الصديقة والبناء على ما يجمع بينهما من علاقات صداقة قوية وبتينة وتفاهم وتنسيق مشترك تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية ونوه سموه بما تمثله جمهورية سنغافورة من نموذج للنهضة وتطور الاقتصادي والتنموي وبما حققته من تطور أهلها لأن تكون من أبرز التجارب الرائدة إقليميا ودوليا في مجال التنمية من جانبه أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الدفاع السنغافوري عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على اهتمام سموه بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين مشيدا بما تشهده مملكة البحرين من نهضة وازدهار في مختلف المجالات معربا عن حرص بلاده على توسيع أفاق التعاون بين البلدين الصديقين بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالفائدة على البلدين والشعبين الصديقين اشتركوا في القناة